توالت ردود الأفعال الغاضبة والمنددة بالقصف الذي شنته ميليشي الحوث الإنقلابية على حي سكني في مدينة مأرب وكان ثلاثة أطفال ورجل مسن قد أصيبوا بشضايا صاروخ باليستي أطلقتهم ميليشي الحوث على مدينة مأرب بالإضافة إلى أضرار كبيرة لحقت بالمنازل المجاورة وتستهدف ميليشي الحوث مدينة مأرب المكتظة بالسكان بصواريخها باليستية أدت إلى سقوط عشرات الضحايا بين المدنيين جلهم من النساء والأطفال إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل ميليشيات الحوثي على الأحياء السكنية الآهلة بالسكان التي فيها الأطفال والنساء أعمال إجرامية جبانة هذا دليل على أن هذه العصابة الإجرامية الإنقلابية لا تعيش إلا على أشلاو دماء الأطفال والنساء لكن الحوثي وعصابة الإجرامية يقولون كم الفاتورة اللي يريدوها من الأطفال والنساء من أجل يكفوا عن ضرب هذه الأحياء السكنية بصواريخهم الباليستية ترجمة نانسي قنقر